تواصل قوات الامن والجيش المصري بعد دخولها منطقة كرداسة بالقاهرة التمشيط بحثا عن مسلحين ومطلوبين قضائيا متورطين في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة واوضح وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم ان اجهزة الامن تمكنت من القبض على 65 متهما بحوزتهم اسلحة نارية ساد هدوء حذر منطقة ناهية في كرداسة بمحافظة الجيزة التي كان يسيطر عليها مسلحون اسلاميون وذلك بعد توقف الاشتباكات بشكل نسبي بين قوات الامن والعناصر الارهابية بالمنطقة وكثفت قوات الامن من تواجدها بكافة الشوارع الرئيسية بالمنطقة فيما كثفت قوات الجيش من انتشارها بالمحيط الخارجي للمنطقة واعلنت الداخلية المصرية ان قواتها نجحت في حكام قبضتها على مركز شرطة كرداسة والشوارع الرئيسية واسفرت الاشتباكات بين قوات الامن والعناصر المسلحة عن مقتل اللواء نبيل فراج مساعد مدير امن الجيزة واصابة خمسة ضباط واربعة مجندين كما القت قوات الامن القبض على متهمين بقتل احد عشر عنصرا من رجال الامن الشهر الماضي وقامت قوات الامن باعتقال العشرات المطلوبين بينهم بلال عبد الناصر عمران احد العناصر المتهمة بالمشاركة في حدث قسم شرطة كرداسة في الجيزة واوقفت ايضا المتهم بقتل اللواء محمد جبر مأمور شرطة كرداسة وقتل احد عشر ضابطا وعنصرا امنيا في هجوم على قسم الشرطة في كرداسة يوم فضي اعتصامي الاخوان ومقتل مئات من المشاركين فيه في منتصف اغسطس الماضي واوضحت وزارة الداخلية ان قوات الامن القت القبض على عدد من العناصر المسلحة وبحوزتهم كمية من الاسلحة النارية المتنوعة والقنابل اليدوية وذكر التلفزيون المصري ان قوات الامن القت القبض على ستين عنصر ارهابيا خلال العملية في قرية ناهية وبحسب مصادر امنية قامت قوات الامن بتفكيك احد عشر قنبلة معدل التفجير كما ضبطت اربعة عشر بندقية وثلاث قواذف اربيجي واوضح وزير الداخلية المصري محمد ابراهيم ان هذه العملية تأتي تنفيذا لأوامر صادرة من النيابة العامة بضبط عدد من العناصر الارهابية الهاربة والمتورطة في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة وضبط ما بحوزته من اسلحة نارية وثقيلة فيما اكد اللواء هاني عبداللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية ان الوزارة تمكنت من تحديد اماكن اختباء المتورطين في كرداسة والبالغ عددهم 140 عنصرا من جهة اخرى ابطل خبراء مفرقعات مفعول عبوتين ناسفتين زرعت على خط لمتر الانفاق بالقاهرة مما ادى الى اغلاق بعض المحطات